هنروح للخبر الاساسي عندنا النهاردة وهو منذ قليل تابعنا على شاشة قناة النادي الاهلي مراسم توقيع الرعاية الرابعة او الشركة الرابعة متعقدة مع النادي الاهلي كحق رعاية شركة مراسم اللي تم التوقيع وشفنا كابتن محمود الخطيب وشفنا مراسم التوقيع رابع شركة يتعقد معها النادي الاهلي هذا الموسم طبعا ده انجاز كبير ولسه القادم كمان احسن القادم لسه فيه وفيه كمان لسه المزيد والمزيد هيتم الاعلان عنه في وقتها طبعا المهندس السيف الوزيري اي مدور كبير جدا في هذا الموضوع النادي الاهلي باسمه وشعبيته وجمهريته مسهل الدنيا خالص النادي الاهلي هنا بنتكلم عن كيان كيان جازب للشركات الكبرى مش بس عشان تاريخه وصمعته ونتيجه لا وعشان الحاضر الانضباط والالتزام والحرفية والاحترافية في الشغل هو ده النادي الاهلي يشجع كبرى المؤسسات النهارده في العالم انا بقول في العالم كبرى المؤسسات في العالم انه هيا النهارده تبقى عايزة تعمل تعاون وشراكة مع النادي الاهلي الموضوع ده يا جماعة منتهى منتهى لهمية لديه عقود 3-4 سين جايين فالنهارده احنا بنشوف بنشوف انجاز كبير جدا بيتم وشركات كبيرة جدا النهارده بتخش من بوابة النادي الاهلي للاستثمار او في المجال الرياضي او للإعلان في المجال الرياضي اذا ما حضركم شايفين الحفل على اعلى مستوى تم نقله على قناة النادي الاهلي على احسن مستوى ما سبناش تفصيل ما جبناش لحضراتكم يعني الحقيقة انا بس عايز اقول حاجة ان العقد ده مش بس مهم المستقبل النادي الاهلي في كرة القدم لا ده مهم كمان للألعاب الاخرى لان كابتن محمود الخطيب لو خدتوا بالكم في كل اشارة او كل خطاب بيشير انه الالعاب الاخرى اصبحت ليها ميزانية وبودجت كبير والنادي الاهلي هنا بيسعى للبطولات مش بيسعى بس ان هو يبقى الالعاب دي موجودة فيه اندية تانية الحقيقة لما فرقة بتخسر او حاجة يعني انا يعني بيمشوهم انما النادي الاهلي لا النادي الاهلي بيقف جنب فرقته وبيرعى الفرق عشان في الاخر الفرق دي تروح تمثل منتخبات مصر فهنا فيه ضغط كبير جدا على النادي الاهلي ضغط كبير لازم يكون فيه شراكة مع شركات كبيرة زي دي النهاردة طبعا يعني التبادل التسكار والهديات التسكارية النهاردة النادي الاهلي يا جماعة يعني حاجة تفرح انا والله قبل ما اطلع الهوى كنت قاعد مع زميلي بتفرج على التقطية وبتفرج على قد ايه النادي الاهلي اسم كبير ويشرف اي حد انه يعشق هذا الكيان والحقيقة احنا نتمنى ان شاء الله ان كل ده في النهاية يبقى متصب في اسعاد جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي اللي هي المحرك الاساسي والمالك الاساسي للنادي الاهلي وخليني اقول لكم كمان ان لسه القادم افضل احنا النهاردة بنتكلم على اربع رعاة ان شاء الله القادم افضل وبإذن الله انتظروا الجاي لانه الحقيقة النادي الاهلي باسمه وبتاريخه وبالحاضر جاذب لأي شركة عالمية انها تتعاون معاه والحقيقة ده في الاخر ان شاء الله اكيد خير لنادي الاهلي